عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس سامون جي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين كما بحث الرئيسان فاق تعظيم التعاون بين البلدين في توطين صناعة السيارات الكهربائية بمصر بالإضافة إلى تعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والتعدين فضلا عن مناقشة سبل انخراط كوريا الجنوبية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة وكذلك تعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها وذلك في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة وشهدت المباحثات استعراض تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك حيث الشهد اللقاء توافق الرؤى بشأن مجمل هذه الموضوعات وفي مقدمتها تطورات الأزمة الليبية وأكد الرئيس السيسي من جانبه أن استقرار الأوضاع الداخلية بالأراضي الليبية يمثل أولوية بالنسبة لمصر ومن ثم مواصلت مصر لمساعيها الحثيثة مع الأطراف الليبية لإجراء الانتخابات الوطنية كما أكد الرئيس السيسي في ذات السياق على دعم مصر الدائم لكافة الآليات التي تضمن أمن واستقرار شبه الجزيرة الكورية من جانبه أشاد الرئيس الكوري بالثقة للسياسي المصري كحجر زاوية في صون الأمن والاستقرار في منطقتين الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة فيما يتعلق بالتحركات المصرية للتوصل إلى التسوية السياسية للأزمات في المنطقة فضلا عن جهودها الحثيثة بقيادة الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وكذا نشر قيم التعايش والتسامح في المنطقة وتعزيز جزور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية مع مختلف دول العالم